بثلاثية جزائرية فرنسية وسويدية يتعزز قطاع صناعة الميكانيكية هذه المرة من خلال مصنع تأكيب شحنة العالمتين العالميتين رونو وفولفو تراكس بشركة مع المجمع صناعي الجزائري باساف سواكري الذي سينشأ ببلدية مفتاح ولاية البوليدة التي ستشهد خروج أول شاحنة جزائرية للماركت العالمية نهاية السنة والوصل إلى طاقة انتاجية تصل ألف وحدة سنة 2018 المصنع الذي سيساهم في استعداد 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر يسعى القائمون عليها من خلال تلك الشركة إلى إنشاء مركز للتكوين قصد ضمان نقل التكنولوجيا في هذا المجال وتلقينها للجزائريين بمجمع صناعي جزائريين لنفسك تصوير منشه جزائري ومنشه جزائري لنفسك ونسبب شركة مع سواكري ليس فورفو رونو والسيم ونسبب المقاهي إذن هي شركة تدفع بالجزائر للاقتراب أكثر من لقب أول قطب عربي وإفريقي في صناعة الشحنة والسيارات خاصة أن سنة 2017 ستعرف انطلاق عشرات المشاريع من هذا النوع خاصة بعدما ربطت وزارة الصناعة بين توزيع رخص الاستراد وشرط الاستثمار في مشروع صناعي بالجزائر شكرا